في الفيديو ده انا هكلمك عن التورنت او التحميل بالتورنت في الفيديو ده انا معتمد ان انت شخص ما عندكش فكرة عن التورنت صفر حرفيا وهوصلك باذن الله ان لك تبقى عارف كل حاجة عنه وتستخدمه ايه هو التورنت اصلا وهل هو احسن من التحميل العادي ولا لأ وايه هي مميزاته وايه هي عيوبه ويا طرفي منه عربي وايه افضل برامج اللي نقدر استعملها على كل الاجهزة سواء كان كمبيوتر ولا موبايل وبشكل مجاني بالكامل كل ده هنعرفه ان شاء الله في الفيديو ده هنبدأ الاول بمعلومات نظرية عشان نفهم ايه هو التورنت وازاي نقدر نستخدمه وبعد كده هننتقل للكمبيوتر والموبايل ونشوف ازاي نقدر نستخدمه وكمان توفقيته مع قراءات الشاشة وكل اللي انت محتاجه يلا المقدمة طولت مننا من غير كلام كتير يلا بنا السلام عليكم يا شباب الاخبار فيديو جديد انا احمد سامي والنهاردة انا جاي اكلمك عن حاجة من حاجات الانترنت المهمة جدا جاي اكلمك النهاردة على التورنت او التحميل بالتورنت في الاول انا مش هوجع دماغك بتفاصيل وتاريخ التورنت واتعمل امتى او ما تعملش امتى او اي حاجة جزء نظري اللي في الاول ده انا هديك بس المعلومة اللي انت محتاجت عارفها من غير رغي ومن غير تطويل وبعد كده ننتقل للجهاز عشان نشوف ازاي نقدر ايه نستخدم يعني لبا الموقف ده حصل مع معظم الناس اللي هنا او انا واحد منهم فعليا ان انت الاول بتخش عايز تعرف ايه التورنت وبتسمع كلم كويس جدا عنه على الانترنت لكن بتخش تسمع فيديوهات وتلاقي ان الموضوع فيه سيدينج وفيه تفاصيل وفيه وش ومعرامات بتقول انا وجه دماغي ليه طب انا استخدم التحميل العادي انا اساسا ما بحملش كتير او حتى لو بحمل كتير انا معي الانترنت دول ما نشهر بالدنيه خالصان اقول لك لا كل اللي انت بتقول ده غلط كبير جدا في الاول ايه هو التورنت التورنت هو عبارة عن طريقة للتحميل الملفات عن طريقة الانترنت ومشاركتها يعني التحميل العادي انت بتقدر تحمل فيديوهات وصور وكل انواع الملفات آه طبعا التورنت تقدر تحمل بيه برضو كل الصور وكل أنواع الملفات وكل حاجة لكن بطريقة التورنت طب إيه هي طريقة التورنت بقى دي؟ وإيه اللي بيخليها تختلف عن الطريقة العادية؟ وهل هي أحسن ولا لأ؟ يعني واحد من المميزات العظيمة للتورنت إن إنت تقدر تحمل ملفات حجمها كبير لو أنت عايز تحمل مسلسل كامل لو أنت عايز تحمل حلقات من حاجة كتير عايز تحمل لعبة من أفترض عايز تحمل جي تي إي مثلا أكيد مش هتحملها بالتحميل العادي اللي ممكن يفصل في أي وقت أو ممكن حاجة من الملفات نفسها ضبوز لأ أنت تحملها بالتورنت لأن التورنت دايما بيدعم استكمال التحميل وهو بيدعم الملفات وغير كده ميزة التورنت القاتلة حرفيا أي تحميل عادي أنت بتحمل من على السيرفر بتاع الشخص يعني أنا دورتي داخل مثلا على ميديا فاير أو لاي حاجة بحمل ملف التحميل العادي كلما الناس تزيد كلما يبقى السيرفر أبطأ التورنت العكس كلما الناس تزيد والسيدنج يزيد السيدنج ده يعني الناس اللي بتحمل الملف هشرح لك دورتي إيه الفكرة كلها بس باختصار كلما داي يزيد أكتر كلما الناس اللي بتحمل كلما الناس اللي بتستخدم كلما سرعة الداونلود عندك نفسها تزيد طبعا إحنا ممكن ندخل في معلومات تفصيلية أكتر بكتير وحاجات تانية لكن أنا مش هعمل معك ده لو أنتوا عايزين ده في فيديو خاص وأكلم فيه بس عن التورنت بشكل نظري نفهم الفكرة العامة وراء قولولي لكن في الفيديو النهاردة أنا بس عايزك تعرف ده طيب طريقة التحميل من التورنت إزاي كل اللي عليك أنت بيبقى عندك كلينت تورنت على الجهاز بتاعك تمام؟ يعني برنامج لتحميل التورنت خلينا نقول مثلا هو بيتورنت فيه طبعا برامج تانية كتير جدا وكلها مجانية وفيه حاجات تانية كتير وفيه حاجات بفلوس لكن نحن نستخدم بيتورنت أولا سهل وكويس وموجود على كل الأنظمة يعني لو أنت عندك كمبيوتر هتستخدم بيتورنت لو أنت عندك موبايل هتستخدم بيتورنت أي حاجة في الدنيا تستخدم معها البيتورنت من غير أي مشكلة بل أنت كماما كي تستخدم البيتورنت من المتصفح والتوافقية بتاعته كويسة تمام؟ طريقة تحميل من التورنت إيه؟ الطريقة الأشهر والأسهل والمعروفة دايما ملف البيتورنت خلينا نقول أنه اعتبره كده بيحتوي على رابط أو جوا الرابط بتاع الملف اللي أنت هتحمله تمام؟ أو جوا كود معين الكود ده بيجيب الملف من المكان بيبقى عارف الناس اللي بتعمل سيدنج للملف يعني دلوقتي نفترض أنا ومحمد ومحمود ومارينة وأكرم وفلان وعلان كلنا عندنا نفس الملف أو عايزين نحمله نفترض مارينة حملته مارينة هيخد من عندها الملف جزء من الملف اللي ناقصني نفترض أنه ناقصني ملف يعني ملف اللي بحمله 100 جيجة لكن ناقصني ملف دي أليل بس عشان أشغل اللعبة هاخده من عند مارينة البرنامج زاجي جدا في أنه يحل الملف مش أن يحمله كملف مضغوط أنه يحلل الملف ويعرف إيه اللي ناقصني ويجيبه من عند مين مين اللي النت بتاعه يسمح مين اللي يقدر أنه يديني الملف ده وأنا بديله الملف وهكذا فده عظمة التورنت زي ما أنا قلت لك تمام؟ فالفكرة كلها طريق نحملي التورنت لو أنت هتحمل من أي موقع أي حاجة تورنت هنشوف برضو الموقع بتاعت التورنت وكل ده بس فكرة التورنت نفسها أن أنت حد أو الموقع هيديك ملف الملف ده حجمه كم كيلو بايت يعني نفطرد مثلا أنا بحمل حاجة معينة هيبقى مثلا نفطرد جي تي اي في خمسة فهتبقى الملف اسمه ايه؟ جي تي اي في خمسة تورنت هيبقى الملف ده حجمه قليل جدا كل المضوع في الدنيا أنه أنا هحمل الملف ده تمام؟ اللي هو الحجمه كم كيلو بايت وهدوس عليه أنه هفتحه سواء بالكمبيوتر أو سواء بالموبايل فتحت الملف ده دلوقتي خلاص يا بش الملف تفتح معاك والدنيا كلها كويسة وبدأ معاك التحميل التحميل بيعتمد زي ما قلت على إيه؟ على السيدنج لو السيدنج أو عدد أطراف التحميل أكتر دايماً يتحملها بأسرع يعني أنت كل لما تحمل ملف شائع أكتر كل لما التحميل معاك يبقى أسرع لأن السيدنج النقل نفسه كتير دلوقتي نفطرد أنا قلت لك لو أنا بحمل ملف ده لوحدي هيبقى السيدنج واحد أنا بحمل ملف لكن نفطرد لو إحنا خمسة السيدنج خمسة لو إحنا ألف السيدنج ألف فتخيل أن أنت كل لما تحمل أكتر كل لما السرعة تزيد أكتر زي ما قلت الموضوع في تفاصيل أكتر بكتير لكن أنا مش عايز أدخلك فيها تمام؟ فدلوقتي إحنا هننتقل ديسك طبعاً دي أو للكمبيوتر هوريك الموضوع ده يتعامل إزاي؟ وبرضو هوريك أو هتكلم معاك عن الفكرة دي للموبايل بتتعامل إزاي؟ فأيالا بينا أول حاجة هنتكلم فيها وهي الكلاينت بتاع التورنت أو البرنامج اللي أنا بستخدمه كلاينت يعني عميل أو يعني البرنامج اللي أنا بستخدمه عشان يحمل التورنت زي ما أنا شرحت لك في ودي الفيديو طب زي ما احنا قلنا قبل كده إيه برامج التورنت؟ إنت عندك يو تورنت؟ عندك بيت تورنت؟ عندك حكيات كتير جداً؟ هتقول لي إيه الفرقة منه وأقول لك personal preference أو اختيار شخصي إنت هيتستخدم إيه؟ طب هتقول لي عرفهم منين؟ أقول لك استخدم البيت تورنت في الأول تمام؟ يعني أنا بحب البيت تورنت وكويس بالنسبالي طب عجبك برنامج تاني طب عجبك حاجة؟ جربوا عادي جربوا يشوف إيه الأريح بالنسبالك موما الشرط يكون الأريح بالنسبالي هو الأريح بالنسبالك صح ولا غلط؟ فهي الفكرة كده بمنطقة البساطة فإنت شوف إيه برنامج التورنت اللي رايحك سواء على الموبايل أو على الكمبيوتر الميزة في كل برامج التورنت إن حجمها صغير يعني إنت مش هتحمل مثلا برنامج حجمه 100 جيجا وتجربه لأ برنامج التورنت حجمه صغير جدا كل برامج التورنت 4 ميجا 5 ميجا لو كبير قوي هب 10 ميجا فحاجات صغيرة جدا وتقدر أن تجربها شوف إنت مثلا ده بالنسبالك أخلى ده بالنسبالك أخلى ده الوجهة بالنسبالك أخلى كل الثيري أو الشكل اللي أنا شرخته لك في الأول مبدوء أو واحد لكن زي ما قلت خلاني في البيت تورنت هنا بيقول لك إيه The Most Popular Turrent Client اللي هو إيه هو فعلا أشهر تورنت كلاينت في العالم كله تمام كويس جدا البيت تورنت فحنا في الموقع بتاعه تمام لو بحثت في جوجل على بيت تورنت هتلاقي فلو دست هنا جيت بيتي تي هيبدأ هيبدأ معك التحميل لو أخدت بالك من الموقع بتاعه هو بيقول لك هنا أنا بيقول لك عدد الاستخدام يعني شوف وقتها المستخدمين قدي اتنين مليون يعني فيه فيه اتنين بليون أو اتنين مليار مستخدم للبرنامج ده على مستوى العالم فمش محتاجة أقول لك هو ليه أنا بختار تمام بس فزي فزي ما اترك هو ده الموقع بتاعه فلو اترك هنا جيت بيتي تي وادالي هنا الموقع بتاع التحميل هوت أو يعني للصفحة بتاعت التحميل هو سهل جدا هنا بيقول لك التحميل للويندوز والماك والاندرويد فعندك اللي انت عايزه هنا طب بالنسبة لو ان طب درويتي هنا مفيش ايو اس اعمل ايه لو دخلت على الايو اس أو الاب ستور عندك هتلاقي ان فيه بيقول لك طب ايه الكلاينت اللي انت عايز تحمله يعني انت اخش بس اكتب تورنت كلمة تورنت في البحث هيجي لك ميت برنامج زي ما قلت كلهم واحد جرب اول واحد جرب تاني واحد شوف اللي انت عايزه فانا هحمل النسخة بتاعت الويندوز دي بتاعة البساطة تخني للصفحة بتاعت التحميل للويندوز طبعا مش هتفق اللي انا هشرح لك ده كل الحاجات نفس الشكل فانا لو دست زي ما قلت هنا على لينك الويندوز ايبدأ معايا ايه التحميل لو دست على لينك الاندرويد هيوديني للجوجل بلاي عشان يحمله المهم بعد اما تحمله طريقة التسبيق بتاعت البيت تورنت ازاي زي اي برنامج عادي انت استخدمته على الكمبيوتر في حياتك كل عليك انت بتفتحه ودسه انستوم هو بيثبت نفسه بنفسه فلو جيت هنا هو ودست على بيت تورنت تمام هتلاقيه فتح لي هنا اوتوماتيك كده لبيت تورنت هو ده ايه اول مرة تفتحه فيها هيقول لك ايه هنا بيقول لك ان الويندوز ديفندر منح حاجات منه طبعا لان اللي هو الاتصال بتاع الانترنت العادي ما تقول له الاو اكسس بس كده تا كده مش بيحتاج ايه حاجة تا زي ما انت شايف هنا بيقول لك ايه اهو انا بقلب بالاسهم هنا بيقول لي اهو خلي بالك بما اني قلت لك انه بيضعم استكمال التحميل فانا ممكن اصبوطه انه يفتح مع بداية الويندوز وفيه فايل انا بحمله فانا بحمل الفايل دلوقتي وروح تقفل التورنت فانا بحمل الفايل دلوقتي وروح تقفل التورنت خلاص عادي يقفتح الجهاز تاني وهكمل من مكان ما انا وقفت زي ما قلت لك دلوقتي زي ما انت شايف هنا بيقول لك لان انا عندي تحميل تورنت وانا ما اقف تمام فزي ما قلت لك انا بس كلنا بعمله ان انا اهو هنا كومبليتد وان في فايل برضو عندي كامل يعني انا بيقول ان الفايل ده كان سيدنج او النقل دلوقتي صفر ليه لاني خلاص هو الفايل كمل اعنا ما بنقلش حاجة والداونلودينج صفر مفيش حاجة بتتحمل تمام هنا يعني انا بقلب اهو بالقصفم اول حاجة بقول ان التورنت اللي عندي وان وبقلب بالقصفم سهمل تحت بيديني بيانات التورنت اللي انا بحملونا طب خلينا اقول لك ملف تورنت عشان برضو الفكرة توضح يعني خلينا نبص هنا في الفولدر ده بص دلوقتي ايه مثلا ده ملف تورنت حجمه كم حجمه ستين او ستاشر كيلو بايت تمام فده هو ملف تورنت انا محمله من موقع من الموقع برضو هقول لك على موقع تورنت دلوقتي او الحاجات اللي تقدر تجيب منها الملفات فده ملف اهو مثلا ده وندر شيل في المورا ناين تمام او برنامج في المورا او الاززارة 2020 مش تسع تمام مثلا اهو ده ده ويندوز موفي ميكر نسخة محمولة تمام انا طبعا مش بقول لك ايه الحاجة اللي انا بحملها بس انا بديك مثال طب نفترض مثلا ان انا عايز احمل ده تمام انا حملت ملف التورنت من عن نت عملت له سيف عاديك انك بتعمل سيف الملف نصي تدوس عليه انتر اهو هاصل ايه فتح لي بتورنت تمام مجرد انا دست على الملف انتر او طبعا على الموبايل ان انت تعمله امبورت او تفتحه سواء ان انت كنت اندرويد او يوس يعني هتلاقي برضو جبلك نفس الحاجة هنا فتح لي ايه هنا فتح لي شاشة فيها معلومات الملف حاج مؤد ايه بياناته ايه هيجي منين اللينك الحاجات الطويلة دي كلها اللي مناش دعوة بيها لكن هنا عندك التابعة هي انفو هنا كل حاجة عن الملف لكن طبعا احنا مش هنخش في تفاصيل تمام هنا هنا بيقول للسايز وهنا كل معلومات الملف دوست انتر بس خلاص كده ايه بدأ معي التحمل تمام هتلحظ عندك في فولدر الدونلود العادي بتاع الويندوز او او مثلا فايل الدونلود اللي موجود عندك على الموبايل او سواء انت على ماك او لينكس يعني لينكس هتلاقيه في الهوم فولدر اصدقلك في المكان الاصل اللي انت بتحمل اي حاجة فيه هتلاقي في ايه الملف هتلاف نفترض انا عايزة احمل حاجة اخر مثلا ده فورمات فاكتري خلي بالك ان فيه ملفات في التورنت انت حرفيا مش هتلاقيها لفي التورنت يعني يعني مثلا زي ما بقول لك اه انا انا خلاص قفلت التورنت اللي فات فدرقاتي بقول لي تورنت وان ان انا فيه تورنت انا بحمله خلاص تمام انا لو لو انا اطرق اوكي هيبدأ معايا التحميل زي ما انا اشارح تلك ابن نيف الباقي كل اللي احنا فتحينه دروقتي خلينا نتكلم على مواقع التورنت احنا دروقتي تتكلمنا على التورنت وزي تقدر تستخدمه من كاسا مصدر وكل الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي خلينا نتكلم شوية عن مواقع التورنت اولا انت ممكن وانت بتحمل اي برنامج معين تلاقي لو داونلود تورنت يعني انا وانا بحمل مثلا يونتي جيم انجن الانجن اللي استخدموه في ذافيل والحاجات دي لقيت لو او على الموقع بتاعه تحميل تورنت لما بدخل على تحميل لابة لو انا حتى بحملها فهو برضو بيقول لي لو الحاجة دي فري او كده فبيقول لي ممكن تحملها بتورنت ليه بقول ليه هو بيقول لي ممكن تحملها بتورنت اسرع له وافضل له وافضل انا كمان ليه ما نديش خدمة البعض كويسة ومريحة فممكن انت تدوس فعلا داونلود تورنت ويديك الملف العظمة هنا حاجة ان انت ممكن تديني الملف ده باي طريقة ممكنة يعني نفترض دلوقتي مثلا ايه ابراهيم صاحبي حمل ملف تورنت للعبة او لبرنامج او لحاجة طب هو عايز يدي طب انا عايز يحمل ملف ده اعلن لازم يخش على الموقع لا ما يديني رابط ملف تورنت وخلاص فعل الملف او يديني الملف على فلاشة او اي حاجة مجرد ان انا هاخد الملف هدوس عليه انتر في البرنامج التورنت بتاعي اللي هو برضو اي برنامج زي ما انا قلت انا بستخدم بتورنت طب وكن استخدم يو تورنت ممكن اي حد يستخدم اي حاجة تانية عادي دوس عبس على الملف انتر بدأ يا باشا معك الملف وتحميل وكل حاجة انت محتاجة فدي من عظمة التورنت خلي بالك انت ممكن تعمل تورنت بنافسك يعني ممكن دلوقتي لو قلبت في عددات بتورنت اللي قدامك ده هتلاقي ان انت ينفع ان انت تعمل ملف تورنت وترفعها للناس طبعا ده ممكن ترفع محتوى الملفات وانا شفتها في موقع قبل كده في موقع واحد ده مش موضوع مش حاجة مشهورة ان انت تلاقي محتوى الملفة في الحالة دي انت هتاخد برضو الكلام اللي موجود في الملف ده كوبي وتيجي في البرنامج وتعمل برضو هيعمل له وحيفهم الموضوع من غير ملفه بس زياني بقولك هو الشائع اكتر ان يديك ملف تورنت ليه؟ لان هو بيقى عبارة عن كود مش مفهوم كأنه شفرة فالشفرة دي ممكن مثلا حرفي بقى مكتوب غلط ممكن على الموقع انت تنسخ غلط وهكذا فهتلاقيه هو دايما بيديك الملف لكن عشان لو شفت ده ما تستغربش عادي يعني في كل الحالات ده عادي وعلى فكرة لو انت في الموبايل برضو ممكن تلاقي ان البيت تورنت يجي لك على شكل صورة ايه ناس بتعمل كده يعني انا بعملها ساعة لاصحابي لهو هو مش عايز ياخد الملف او اي حاجة او انا عايز اوفر على نفسي فمن الموبايل بداية بروح اعمله الكيو ار كود فبيقى البيت تورنت على شكل كيو ار كود وبلاقي مثلا ويروح صاحبي مثلا كل اللي يعملوا ان يحط الكاميرا على الشاشة خلاص يا باشا رمز الكيو ار كود او رمز التورنت بقى عنده وفتح في بيت تورنت على الموبايل عنده وبدأ التحميل اوتوماتيكا ده حاجة انا مش فتحش في المواقع بس حاجة برضو احنا بنعملها تعالوا نتكلم على مواقع التورنت زي ما انت ممكن تحمل التورنت من اماكن عشوائية في مواقع خاصة بالتورنت المواقع دي باختصار شديد بيقفح برعا عن محرك بحس بتبحث فيه عن الملف اللي انت عايزه تمام يعني دلاتي ان افترض مثلا انا عايز برنامج معين عايز لابة معينة فانت بتروح داخل في المواقع دي وتبحث عن الحاجة اللي انت عايزها وبيجي لك نتائج البحث بتختار النتيجة اللي انت عايزها وبعدين تدوس داونلود وخلاص لما بتدوس داونلود بينزلك الملف وكده تقلب لك ان ما فيش اي موقع بيحترم نفسه موقع فعلا احترافي هيدي لك مثلا تحمل فيلم HD او فيلم 4K او مسلسل او اي حاجة فيها ملفات كتير تورنت يعني لو ما دهاش لك تورنت اعرف ان الموقع ده مش professional دايما لازم بيدي هلاك تورنت تمام دي حاجة برضو انه بقى متهيين منه وتبقى فهمة فمش عايزة تدي لك حاجة ثابتة او مواقع تورنت ثابتة تثبت عليها انا همشي معاك بخطوة بسطة جدا انا دخلت بجوجل وهو كتبت ايه تورنت كتبت تورنت ويب سايتس بجوجل عادي من غير اي حاجة فكتب لي ايه هنا مثلا اهو هنا كتب لي اتجاب لي مقالة بيقول لي افضل مواقع التورنت لعشرين واحد وعشرين اكتوبر النهاردة انا بسجل الفيديو ده وتاريخ النهاردة واحد اكتوبر يعني المقالة دي النهاردة تمام فقصد اقولك ان انت ممكن تدور وتشوف لكن طبعا زي ما انا قلت ان في مواقع ثابتة وفي حاجات معروفة ان الحاجات دي بتاع التورنت وان الحاجات دي حاجات ثابتة وان الحاجات دي دايما انت لما تعوز منها تورنت تتحمل فخلينا المنتظر بساطة نشوف المقال ده لانه هو مقال كويس جدا ومختص اهو The Pirate Pay The Pirate Pay ده من اهم مواقع التورنت اللي انت ممكن تشوفها في الدنيا ليه لسبب بسيط جدا اولا المواقع مليا ملفات كتير جدا والملفات دي هم متأكدين منها او بيتأكدوا منها النفاع فيروس ولا لأ تعكدوا ان الملف مضيف وكويس غير كده فيه ناس كتير قوي من الـ seed من الناس اللي بيعملوا seed والناس اللي بيعملوا upload فبمعنى صح ان انت هتقدر تلقي الملف اللي انت عايزه وهتلاقي فيه seeds كتير للملف seeds زي ما انا قلت لها قنوات النقل الكتير اللي الناس بتعملها فبالتالي هتقدر تحمل الملف بأسرع سرعة تقدر عليه اهو رابار برضو ده من المواقع الحلوة جدا تمام برضو ده مثلا بيقولك ان ده المواقع الثالث اللي هو torrent library انا هسيب لك برضو رابط المقال ده في الوصف بتاع الفيديو هسيب لك المواقع دي فبيقولك ان ده فيه مكتبة كبيرة لكن فيه بعض الرابط مقصور مثلا اهو it's it's ده مثلا بيقولك ان المواقع ده مليان فيديوهات كتير جدا يعني من افضل المواقع اللي انت بوك تحمل بها فيديوهات بحاجة مصغير يعني الفيديو مضغوط عشان ما يتغطش على جهازك او ما يتعيبش جهازك في التحميل وفي نفس الوقت مناسب برضو torrent و torrent ده برضو من المواقع كويسة جدا اللي انت ممكن تحمل منها torrent وموقع فيه موسيقى يعني هو ده من مواقع torrent اللي مختصة بالموسيقى خلي بالك ان فيه مواقع torrent عامة وفيه مواقع torrent مختصة بحاجات معينة يعني ده مواقع torrent للأفلام ده مواقع torrent للمسلسلات ده مواقع torrent للانيمي على فكرة فيه لان انا شفت حد في مرة حمل يو جي يوم مثلا كامل شفت في مرة حد حمل كونان كامل شفت في مرة حد حمل حاجات كتير لدرجة ان انا كنت موجود النهاردة مع حد بيحمل ننجاجه وكامل يعني اصدقى اقولك ان كل حاجة في التورنت هتلاقيه او برضو هنا بيقولك ان دي مواقع torrent ممكن تعمل طب هنا بيشرح لك طبعا المواقع اللي هو اللي انا قلت عليه من الاول ده الرائد في المجال زي ما بيقوله وده موجود من سنة 2003 تمام فإيه ليه انا بوريك ده يعني ليه انا بوريك مواقع torrent اللي قدامي دي او ليه انا بوريك ده طبعا انا ممكن اقولك استخدم كذا وكذا وكذا وطلع الروابط من المواقع واشرح لك وخلاص لا انا عايزك تفهم الفكرة مش تقلدني عشان لو مواقع من دول وقف الصبح هما مش هيوقفوه زي ما بيقولك هو شغال من 2003 واحنا في 2021 عمره في يوم عطل عمره في يوم ما كان في مشكلة لكن الفكرة كلها انا بشرح لك الثيري نفسها تمام او المبدأ هتقولي هو كده التورنت خلص هقولك لا او فيه افكار تانية بس دي الفكرة العامة ده المغزى العام اللي انت محتاجة تعرفه عايز تعرف ازيه تقدر تشارك عايز تعرف ازيه تقدر تعمل الكلام اللي من النوع ده ممكن نبقى نتكلم عنه في فيديو تاني بإذن الله لكن دي كل حاجة انت محتاجة تعرفه عن التورنت قبل ما انهي الفيديو اعز اقولك الحاجة التورنت اختراع عظيم محدش يقدر ينكر من الحاجات الجميلة جدا واللي فرقت معنا كلنا في الاستخدام حرفين لكن خلينا اقولك ان الاتنين اللي اختراعوا التورنت او الشخص اللي كان اختراع التورنت اصلا اتسجن عشان كان بيكرسن الافلام فمش معنى ان انت معاك اداة كويسة تقدر تستخدمها في كل حاجة او طريقة للتحميل تقدر تجيبها كل ملف انك تجيب كل ملف انا ليه مبدأ وكنت قلت عليه وقلت ان فكرة الكراكات عبارة عن سرقة فكرة سرقة الافلام فوردو دي سرقة انا مش بتكلم باتجاه ديني يعني انت خرام وحلال دي هترجعلك على دينك انت او على معتقداتك انت دي حاجة انا مش بتكلم فيها لكن الفكرة كلها انا عايز اقولك ان كل شيء في الدنيا سلاحظه حدي زي ما التورنت شيء رائع وشيء كويس وشيء جميل وكل الحاجات دي وفيه مواقع تورنت امان لازال برضو فيه مواقع صفرة زي ما بيقوله فيه مواقع وحشة وفيه مواقع لو انت استخدمتها هيقصد ان هو يديك ملفات مضرة وحكذا عرف زي ما بيقوله عليها بالعربي كده مواقع تحت السلم فقاء التقنية جميلة اختراح اختراع رائع واه انا بقولك حمل بالتورنت بقدر الامكان لو تقدر احسن لك واحسن لكل شخص بيحمل من التورنت وهو طبعا شيء اسهل لكن ده مش معنى انك ما تخليش بالك ده مش معنى اني مفيش ناس وحشين هيجربوا الموضوع ده مش لينكس ما فيهوش فيروسات لأ ده عادي ممكن حد يرفع ملف على موقع مش بيتأكد من الملفات وتربس مشكلة زي ما ممكن حد حد يرفع لك على جوجل درايف او ممكن اي حد يديك ملف او ممكن اي حد يديك على ميديا فاير ملف وجوه الملف ده فيروس يعني الخطر في كل شيء تمام سواء انت بتستخدم تورنت او ما بتستخدمش فتقدر تستخدم تورنت وكل حاجة لكن في نفس الوقت زي كل حاجة خلي بالك وزي كل حاجة اعرف ان فيه قانون بيحكم كل ده سرقت فيلم لو انت في بلب بتعقب على شيء زي ده فانت برضو هتتعقب سواء ان جبتو بالتورنت او مش بالتورنت هو التورنت بيبقى اعمل لان الناس ما بتعرفش او معنا صح ما بيقدرش انهم يعمل لك تراك في الفايل اللي انت بتحمله لكن ده ما يمنعش ان انت تلتزم بالقن الجزء الاخير ده ما كانش تقني لكن كان ده لازم تفهمه عشان برضو تبقى عارف كل حاجة مش هزي لحد كده يكون الفيديو بتاعنا خلص لو عندك اي سؤال او اقتراحات ياريت تسيبهم لي في التعليقات وانا هرد عليهم كالعادة ولو سمحت لو عجبك الفيديو لات ما تنساش ان انت تدوس لايك للفيديو ودو سبسكرايب او اشتراك في القناة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة اول باول كان معاكم احمد سامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة عشان